التصعيد بين روسيا والغرب يتجه نحو مزيد من التوتر هكذا يرد الكريملين على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بشأن نشر أسلحة نووية جديدة أسلحة يؤكد الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ أن الحلف يجري محادثات لنشر مزيد منها ووضعها في حالة استعداد لمواجهة التهديدات المتزايدة من روسيا والصين إعلان وإن لم يأتي على ذكر عدد الرؤوس النووية التي يجب أن تكون جاهزة إلا أنه يندرج ضمن أجواء متوترة على خلفية الحرب في أوكرانيا فضلا عن سماح دول غربية لكييف باستخدام أسلحتها لضرب العمق الروسي هي حرب كان للصين دور في تأجيجها يقول الأمين العام لحلف الناتو الذي لم يتورع عن الدعوة إلى تحميل بيكين العواقب في حال واصلت دعم موسكو تغذي بيكين أكبر نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وفي الوقت عينيح تريد أن تحافظ على علاقات جيدة مع الغرب لا يمكن أن تحصل الصين على الثنين على الغرب في مرحلة ما أن يجعلها تدفع ثمنا إلا إذا غيرت من مسارها تتزايد انتقادات الحلف العطلسي بقيادة الولايات المتحدة لما يقول إنها مساعدات متزايدة تقدمها الصين وشركاتها للمجهود الحربي الروسي وهو ما تنفيه بيكين مؤكدة التزامها بالحياد إزاء الحرب الروسية الأوكرانية على عكس جارتها كوريا الشمالية تستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة نادرة من المتوقع أن تعزز علاقات البلدين فيما ينظر إليها الغرب بعين الريبا لسنا قلقين بشأن الزيارة ما يقلقنا هو تعمق العلاقات بين هذين البلدين إن القلق لا يقتصر فقط على الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية التي لا تزال تستخدم في ضرب أهداف أوكرانية بل أيضا لأنه قد يحصل تبادل من شأنه أن يؤثر على أمن شبه الجزيرة الكورية وعزز البلدان الخاضعان لعقوبات غربية واسعة النطاق علاقاتهما منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وما أفرزته من تحولات على خارطة التحالفات الدولية